حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر وعلى أرض مصر ملف الصحة من أولويات القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية الموضوعة لتحسين الملف الصحي وتحسين الحالة الصحية والخدمة العلاجية والطبية التي يتلقاها المواطن المصري في كل الفئات ومن كل الأعمار ومن أهم هذه المبادرات الرئاسية المتعددة في الملف الصحي قضاء على قوائم الانتظار في العديد من التخصصات هنتكلم عن هذه المبادرات الرئاسية المتعددة وخصوصا القضاء على قوائم الانتظار في الجراحات الخطيرة وبيشرفنا في الستوديو الأستاذ دكتور فيصر زايد أستاذ جراحة العظام ورئيس وحدة المناظير والمفاصل الصناعية والإصابات الرياضية بطب الأزهر أهلا بك يا فاندم معنا أهلا بك أستاذة وأهلا بساعدة المشاهدين يعني بعد فترة حوالي نقدر نقول 6-7 سنين ويمكن من 2018 حتى الآن كانت هناك العديد من المبادرات الرئاسية الصحية في مختلف المجالات الطبية ولكن يعني إحنا بنركز النهاردة ويهمنا نحن نتكلم عن المبادرات الرئاسية التي أسهمت في القضاء على قوائم الانتظار وهذه الظاهرة التي كان يعاني منها قطاع كبير من المجتمع في البداية طبعا برحب بحضرك وبرحب السيدة المشاهدين هو بالفعل المبادرات الرئاسية في مجال الصحة كثيرة متعددة ويمكن بدأت بمئة مليون صحة وتلاتها بقى مجموعة كبيرة جدا من المبادرات زي الكشف المبكر عن سرطانات الساديوية الاعتلال الكولوي وحتى لأطفال وطلاب المدارس مجموعة كبيرة حقيقة من المبادرات في مجال الصحي مبادرة القضاء على قوائم الانتظار يمكن بدأت في شهر يوليو في 2018 يعني تقريبا بالوقت بقى أنها 6 سنين تحديدا كان عندنا أزمة كبيرة جدا بيعاني منها عدد كبير جدا من المرضى بتاعنا وهي علشان حد يعمل عملية كانت بينتظر وقت طويل جدا وكان في قوائم الانتظار دي كانت بتتسبب في حتى مضاعفات في الحالات ممكن على ما بيجي دوره كان بيبقى فيه مشكلة كبيرة حتى والحالة تكون تغيرت وممكن تكون تضهورت بعض الشيء مع اطلاق المبادرة يمكن بدأت في بعض التخصصات يعني حتى في الفترة دي يا دكتور لم يكن هناك رؤية في تحديد أولويات من ينتظر يعني كان الانتظار على أي معيار هناك حالات متأخرة كانت بتنتظر دور بس ولا تنتظر حالة زيها مشابهة لها أو أصعب منها وعلشان كده زي ما قول حديك هي ممكن كانت في البداية كان انتظار عشوائي يعني إلى حد كبير بس طبعا حضرتك برضو حالات الطوارئ ما كانش فيها انتظار وعندنا الحمد لله في مصر المنظومة الصحية وخصوصا في المستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى في وزارة الصحة الحالات الطوارئ بيتم استقبالها على مدار الساعة سبع تيام في الأسبوع 24 ساعة في كل المستشفيات الجامعية بنستقبل حالات الحوادث ودي ما كانش بيكون فيها قائم انتظار خلينا نبقى منصفين يمكن كان قائم الانتظار في الحالات اللي احنا بنسميها جراحات إلى حد ما اختيارية اللي هي المريض ممكن ينتظر شوي وإن كان برضو في بعض الحالات ما كانتش ينفع المريض ينتظر فيها وكان برضو بينتظر زي مثلا حاجات الأسطرة القلبية ويمكن دي لما بلقت مبادرة القضاء القائم الانتظار ما كانتش بهذا التوسع الموجود حاليا ده هي بدأت ببعض التخصصات الأكثر احتياجة اللي هي زي ما قلت لحضراتك كده عمليات القلب المفتوح عمليات الأسطرة القلبية عمليات الزرع الكلا واللي هي المريض لو لقد انتظر شوية ممكن يفقد حياته وبدأت تتسع المبادرة بعد كده ويدخل فيها حاجات أخرى زي تغيير المفاصل وزي عملات الروباط الصليبي وزي استعدال العجاج وعمليات العمود الفقري وحاجات كتير وعمليات كتير في الرمض مثلا وبدأت المبادرة تكبر بشكل كبير جدا علشان ما يبقاش فيه قائم انتظار حتى في الأمراض اللي هي زي ما قلت لحضراتك مش هيكون في منها خطر على حياة المريض يمكن آخر تصريح لمعالي وزير الصحة في شهر يونيو الماضي وبيان وزارة الصحة بيقول انه اتعمل تقريبا اتنين مليون متين اتنين وتلاتين الف سبعمية واحداشر الف عملية على مدار السلط سنوات اتنين مليون وربع تقريبا بنتكلم في الرقم كبير جدا من العمليات متوزعة طبعا ما بين تخصصات مختلفة زي ما قلت لحضراتك تغيير مفاصل عمليات رباط صليبي زرع كلا حاجات عمليات في الرمض زرع عدسة مياه بيضة وزرع عدسات حاجات كتير جدا بنتكلم في رقم اتنين مليون ومتين اتنين وتلاتين الف عملية كان طبعا الوتيرة بتاعة القائم الانتظار احنا ما شاء الله يعني مئة وعشرة مليون ربنا يبارك فعندنا عدد كبير جدا حقيقي الحمد لله يمكن عدد كبير من الناس زي ما احنا بنقول هوا اتنين مليون وربع ومع ذلك برضو لسه فيه ناس يعني لسه فيه حالات كتير جدا منتظرة منتظرة العمليات بتاعتها طبعا ده كلف يعني موزنة الدولة ارقام بالمليارات علشان المبادرة دي كلها اصلا هي قائمة على العلاج بالمجان يعني حضرتك ممكن المريض يروح يغير مفصل اللي هو ممكن يكلفه بره مئات الالاف لا بيغيره تماما مجانا والدولة هي اللي بتتحمل بتتحمل ده فطبعا ده كلف الدولة مليارات كبيرة جدا يمكن في الفترة الاخيرة دي بقى بدأ يحصل برضو شوية مع تغيير سعر الدولار والاستراد والحاجات دي يمكن بدأت الوتيرة شوية بتاعت بعض العمليات علشان برضو باستاذ المشاهدين معانا ما عادتش بنفس السرعة اللي كانت قبل كده علشان برضو لما يسمعونا ان ممكن يبقى في حد منتظر مفصل فمستنى شوية ان شاء الله يعني في القريب العاجل يعني ان شاء الله تكون الأمور أفضل أفضل في الفترة القادمة وتستمر المنظومة بتاعة قوائم الانتظار يعني أعتقد ان هي مش هتبقى بقى بالمسمة ده يعني هي هتبقى بمسمة آخر لأنه ما أصبحش فيه قوائم انتظار في الوقت اللي بنتكلم فيه أنا وحضرتك دلوقتي في أي تخصصات نقدر نقول فيها قوائم انتظار ما عادش بالشكل اللي بدأناه من ست سنين منتظر بس إجراءات بالزبط كش مش منتظر دور بالألاس يعني ما عادش حد بعد السنين مثلا وبشهور طويلة يعني ما عادش ده موجود بالشكل اللي كان موجود قبل كده طبعا أي تخصصات أنجح وأسرع وتمت أسرع في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بص طبعا القلب طبعا تخصص القلب الأساطر القلبية والدعامات والحاجات دي فيها إنجاز كبير جدا إنجاز كبير جدا لأن الأساطر والكلام ده متوفرة والأدوات الجراحة متوفرة خلينا أتكلم بقى عن مجال تخصص أنا مثلا باعتبار الليزر مثلا والعيون والرمض مشت بسرعة جدا لأن الليزر متوفر عندنا والتخصص ده متاح لنا في بعض تخصصات فيها صعوبة نتيجة عدم توافر الخامة نفسها لأن هناك تقاعص أو تأخير لا هو ممكن تبقى حاجة في الاستراد في الخامة نفسها في الخامة اللي بتيجي من بره عندنا يعني أنا هتكلم من منطلق أن أنا حقيقي أستاذ جراحة عزوهم وكمان أنا رئيس وحدة المناظير والمفاصل وبالتالي إحنا بنشتغل المناظير عندنا كميات من المناظير الرباط الصليب والغدروف الهلالي والحاجات دي عملنا أعداد مهولة من المرضى على مدار السنين اللي فاتت من خلال المبادرة من خلال المبادرة وما زالت مستمرة ودي ما فيش فيها عائق الحمد لله حتى الآن وبنسبة كبيرة حاجتها كلها متوفرة كذلك في عمليات المفاصل على مدار السنوات اللي فاتت دي تم إجراء عدد كبير جدا من المفاصل الصناعية سواء مفاصل الفخدة أو مفاصل الرجبة سواء مفاصل كامل أو نصف مفصل أو غيره دلوقتي يمكن زي ما قول حضر لك المفاصل دي بقت سعرها مع تغيير سعر الدولار بقى سعر المفصل تضاعف ثلاث مرات فيعني يعني يحتاج بقى رؤية أخرى للميزانية بالضبط كده بالضبط أعتقد أن ممكن بعد شوية لما إن شاء الله تكتمل منظومة التأمين الصحي الشامل ممكن يبقى الموضوع يبقى فيه مساعدة شوية لأن حقيقة يعني أن ميزانية الدولة تتحمل بقى كل الأرقام دي بالمجان تماما لمن له تأمين ومن ليس له تأمين طبعا صعب جدا نفيش دولة في العالم بتاقي ممكن تقدر تتحمل ده فلازم يكون فيه ده بقى يدخل بعد شوية في منظومة التأمين الصحي الشامل بحيث أن يبقى فيه جهة ما بتتحمل أو بتساهم في تمن أو بيبقى فيه اشتراك تأمين أو فيه مبلغ شهري بيستقطع من المؤمن وبالتالي بيساعد على التوافر الميزانية صحيح طب دكتور حاليا وحضرتك يعني بترصد هذه الحالات المنتظرة جراحة نسبتها قد إيه مقارنة بما سبق يعني بين ثمان سنين لا ما فيش مقارنة حقيقي ما فيش مقارنة لا إحنا كان الوضع من ست سنين زي ما قلت حك من ساعة ما بدأت المبادرة لا أعداد أعداد بالمئات إن لم يكن بالألاف لا دلوقتي أميات أو عشرات آه طبعا يعني أعتقد في كل مستشفى هنلاقي أرقام تتعدي يعني أنا إذا كنت بتكلم مثلا عندي في مستشفى الحسين الجميعي وباب الشعرياء الجميعي لا عندنا أعداد تتعد على الأصابع مش الأعداد الكبيرة في تخصص العزام اللي هي منتظرة مفصل أو منتظرة جزء تعويض دي مش موجود وده نسبة لا نزمة قليلة جدا نسبة الفئة دي المرضى دي بما هو قبل كده لا طبعا كان الموضوع كان صعب وإن شاء الله يكون فيه انفراجة كبيرة بإذن الله في الفترة القادمة وأعتقد أنه كمان إحنا يمكن فيه توجه في الدولة كمان أنه يكون فيه دلوقتي توطين لمثل هذه الصناعات في مصر وده توجه يمكن للخالي السياسية أنه يكون في الفترة القادمة يكون فيه توطين وده يعني أنا أعتقد أنه أنا عندي معلومة في هذا الشأن إن شاء الله في القريب العاجل هيكون عندنا المصانع بتاعتنا والإنتاج المصري بتاعنا اللي بجودة عالية جدا اللي يحللنا الأزمة دي وتبقى الأمور دي متوفرة عندنا بشكل بسيط يعني إن شاء الله هتوقف مع حضرتك عند هذه النقطة ونخرج مع سادة المشاهدين لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوار فجعنا مع حضرتكم مرة تانية لزيل بشرفنا في الستوديو الأستاذ دكتور فيصل زايد أستاذ جراحة العزام ورئيس وحدة المناظير والمفاصل الصناعية والإصابات الرياضية بطب الأزهر أنا بك يا فانديم معنا مرة تانية وإحنا بنتكلم عن المبادرات الرئاسية في ملف الصحة وخاصة المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى إنهاء والقضاء على قوائم الانتظار هركنت بتقول لنا قبل الفاصل أنه بالفعل حصل في الست سنوات الماضية من 2018 بالتحديد حصل طفرة كبيرة جدا وحصل إنجاز غير مسبوق حضرتك لمسته شخصيا بحكم وظيفتك ومنصبك وموقعك في هذه المبادرات دلوقتي المشكلة أو اللي نقدر نقول العقبة في الفئة اللي بتنتظر أطراف أو أجزاء صناعية أو مصنعة زي المفاصل أو كده فهذه الخامات غير متوفرة هي مش مش متوفرة هي يعني ممكن نقول بقت معدتش بنفس درجة التوفر اللي قبل كدنما موجودة ولكن في المقابل أصبح العدد اللي محتاج هذه العمليات أقل بكثير وبالتالي نقدر نقول يعني إحنا ما عندناش أزمة حريجة هي فقط مجرد إجراءات لا يا فهم خالص وده التطور الكبير في الموضوع هل من أهم أسباب نجاح هذه المبادرات الرئاسية إنه كان هناك رؤية شاملة لسلوك المواطن والمتابعة الصحية لأنه هناك العديد من الأمراض ناتجة في الأساس عن سلوك خطأ وعادات غذائية وصحية خطأ للمواطن سواء سكر ضغط قلب التعرض مثلا في بعض المجالات المهنية إلى أضرار تضر العينين مثلا فعندنا مشاكل كتير في العيون إيه أهم التغيرات اللي حريك شايفة حصلت عند المواطن هو حضرت يتكلف نقطة مهمة جدا هي رؤية شاملة فعلا يعني هو بداية من مبادرة 8 مليون صحة والاكتشاف المبكر مثلا للسكر والضغط ولأورام السرطانية والاعتلال الكولوي حاجات كتيرة جدا يعني إحنا لما يكون في وعي صحي عند المواطن مؤكد إن ده بيجنبه الدخول في مشاكل أكبر يعني لو في حد مثلا عنده ضغط واكتشفه بدري وبدأ ياخد علاج ويحافظ على نفسه مش هيحصل له مشكلة في القلب تستدعي أسطرة أو دعامة لو عندنا مريض عنده مشكلة في رجبته وعنده خشونة في البدايات واهتم بصحته وخاد العلاج المزبوط مش هيوصل لمرحلة إنه هو يوصل لمرحلة خشونة متقدمة عايزة تغيير مفسد نفس الكلام لما يكون حد عنده إسعوب يعني نقدر نقول إن الجيل اللي كان فيه قوائم الانتظار هو الجيل اللي لم يعيش تجربة هذه المبادرات الرئاسية الصحية كلها أما الجيل اللي عاش هذه المنظومة الصحية المتكملة ما دخلش فيه قوائم الانتظار صحي كده؟ بنسبة كبيرة صحيح الكلام ده لأنه بقى فيه وعي صحي دلوقتي بقى المواطن العادي بقى بنسبة كبيرة عنده وعي صحي غير قبل كده يعني إحنا كان عدد كبير جدا من المواطنين المصريين ما عندهمش أي وعي صحي وكتير جدا كانوا بيجوا المستشفات الجامعية مثلا أو في المستشفى جاي نقول إيه أو أول تمثيل لحالته جلطة في المخ أو جلطة في القلب وهو ما كانش بياخد دواء وهو ما كانش عارف إنه عنده مشكلة في الضغط ما كانش عارف إنه عنده مشكلة في السكر ما كانش وهكذا فطبعا أما يبقى فيه وعي صحي ده يؤلل أصلا احتياجنا للحاجات اللي هي المتطور خلينا نتكلم فيما يخص بقى العظام والمفاصل وتغيير المفاصل تحديدا علشان الناس برضو تبقى معانا في النقطة دي تغيير المفصل بيكون أسبابه غالبا يعني خشونة متقدمة حصلت في الرب الخشونة المتقدمة دي لها مقدمات ولها أسباب ممكن تؤدي للخشونة المتقدمة ممكن يكون حد عنده أصلا مرض روماتيزمي مأثر على المفصل لو خد علاجه من بدري مش هيحتاج لتغيير المفصل ممكن يكون حد عنده مثلا إعوجاك في المفصل عنده تقاوس من بدري وهو صغير لو هو تنبه لده وراح للطبيب المختص وعالج هذا التقاوس مش هيحتاج بعد كده لتغيير مفصل طب هل الحالات الحاج بتذكورها دي يا دكتور حاليا بيتم الكشف المبكر عنها حتى يتم تفاديها يعني فيه مثلا تغيير القوقعة في المبادرات الخاصة بالأم والجنين ومتابعة الجنين عشان قبل ما يتولد يبقى عندنا معلومة عن الأمر فهل بما إن ده تخصص حضرتك هل شايف إن هذا الجانب تم شمله مش مشمول في المبادرات ولا محتاج يضاف إلى المبادرات الرئاسية زوجتي طبعا ده ما تن parasites قوي في المبادرات يمكن الحاجة اللي كانت موجودة في المبادرات هي الكشف عن بعض الأمراض لدى طلاب المدارس كان منها الأنميا وكان منها إعوجاج مثلا عمود الفقر يعني ده من ضمن الحاجات اللي كانت موجودة في المبادرات لين العظام مثلا والهشاشة العظام و لين العظام و ناقص الكالسوم والحاجات دي كلها بنط honorable دة كانت موجودة في المبادرات محتاجين طبعا واعي أكتر ومحتاجين ثقافة أكتر محتاجين توعية للمواطن وللشباب الصغيرين وعن طريق المدارس مفيش ما يمنع أبدا أن يكون فيه تدريس لحاجة في المراحل الأولى للأطفال والطلاب بعد كده يعني يبقى عندهم وعي صحي بمخاطر الحاجات دي زي ما بقول حضرتك الناس بقى عندها إلى حد كبير وعي طلاب الجامعات بقى عندهم وعي يعني المشاكل اللي هم عندهم مثلا إصابات في الرباط الصليب والغضروف الهلالي بقى دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا بقى عارف سكته كويس جدا يقدر يروح لأي مكان ويقدر يتشخص بدري وبالتالي برضو يقدر يتم التعامل معاه والتدخل لو حتى حتاك تدخل جراحي بحيث أن كل ده بيقلل بقى في الآخر النسبة اللي بتحتاج يعني تغيير مفصل طب خيري أسأل حالك يا دكتور في ممارسات يومية عادية كلنا بنقوم بيها لكن للأسف بعد فترة من الزمن بنكتشف أنه إحنا بنعاني من آلام هذه الممارسات مثلا يعني أكيد كلنا تعرضنا أن حد مثلا هو ماشي رجله بتتلوي تحته صحيح هو ماشي على الرصيف أو كذا فممكن يحصل تمزق في الأربطة ممكن ما يهتمش بهذا التمزق صحيح ممكن هذا الالتواء في القدم بيكون فقط في الكاحل وممكن يكون بيعرض فقرات الظهر مع للتواء للتواء آخر ولكن لا ينتبه إليه ده كتير المريض حطيك بكلمي فيه ده كتير وده بيحصل كل يوم طبعا وهي فلازم يعمل إيه في الوقت ده هو في الأساس أنه هو الواحد لازم إحنا يعني لأسف يعني حياتنا شوية مش صحية ولو الطبيب مش ماهر أو مش شاطر ممكن يعالج العرض اللي قدامه وما ينتبهش لفكرة إنه العمود الفقري اتلوه هو كمان مع الكاحل حديث يعني أشارت النقطة مهمة جدا طبعا يعني إحنا الأول بنقول إن لازم نعيش حياة صحية إن إحنا نمارس رياضة ونتغزة كويس ونتجنب الأوضاع الخاطئة دي النصيحة الذهبية اللي دايما بقولها مسألت بقى إن حصل إصابة في مكان ما هو ده دور الطبيب زي ما حديك تفضلت وقلت كده إن أنا لما يجيني مريض أو شخص أصيب في الكاحل أنا بفحصه لازم أفحصه كله لازم أفحص المريض كله ومن أول شعر راسه لغاية صوابع رجليه لأنه ممكن فعلا يكون عنده إصابة أخرى مش مركز فيها وده بنشوفه كتير جدا 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 بيجي لنا حد زي ما حديك تفضلت كده عنده مثلا مشكلة في مفصل الرجبة وهو عنده مشكلة دانية في مفصل الحوض أو الفخت والعكس فبالتالي ده بيبقى بقى يعني دور الطبيب ولو المريض واعي يطلب يطلب من الطبيب يقوله لأ معلش أكشف كمان على المنطقة دي تبعمل لي أشياء على المنطقة دي هو لو إحنا وده اللي إحنا بنعلمه يمكن بقى لطلبنا في كلية الطب إنه هو إن إحنا بنعمل حاجة اسمها هستوري يعني ناخد تفاصيل دقيقة جدا 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 من المريض ونفحص المريض فحص دقيق ويمكن دي بقى بالمناسبة كده لإن دلوقتي بقى فيه موضة دلوقتي لإن الناس بتبعت الأشعات للأطباء على الواتساب وعلى السوشيال ميديا وحاجات كده وعايز منه تشخيص أو عايز منه علاج طبعا ده نوع من استهانة بالموقف استهانة مش بس استهانة ده هو فيه ضرر كبير جدا أكبر ضرر ممكن يكون على المريض نفسه لأن الصورة غير كاملة الصورة لا تكتمل إلا بسماع الشكوى الفيربل دي معه بين المريض وبين الدكتور والفحص الكلينيكي بالإحساس بتاعه اللي موجود في إيدين الطبيب وبعد كده الفحوصات والأشعات دي ممكن تساعد فإحنا طبعا بنتجاوز بقى كل ده وندخل على تقرير أشعة أو صورة أشعة على الواتساب وعايزين ناخد عليها قرار أود طبعا زي ما أقول حضرتك تاني نرجع لموضوعنا إن لو إن إحنا عندنا وعي وعندنا اهتمام بصحتنا وحصلت أي مشكلة في أي مفصل سواء مفصل رجبة أو مفصل فخت أو أي مفصل نقدر نعالجها بشكل صحيح من البداية هنتجنب المضاعفات اللي ممكن توصلنا لمرحلة إن إحنا نحتاج تغيير مفصل اللي هو بقى بيبقى تغير كبير جدا في حياة المريض يعني آه بيقدر يمارس حياته لكن بحدود غير إن لما يكون المفصل الطبيعي بتاع ربنا لو هو قادر وبرضو عشان يعني كلمة أخيرة ما عليش حابب أقولها عشان برضو يبقى سادة المشاهدين معنا لو لا قدر الله وصلنا لمرحلة تغيير المفصل بقى فيه دلوقتي تطور كبير جدا 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 دي سيكت أسأل حالك إيه أحدث يعني علاج في هذا المجال طبعا بقول حقيقة لو وصلنا بقى لمرحلة تغيير المفاصل طبعا بقى فيها تطور كبير جدا سواء فيه ترق الجراحة نفسها أو نوعية المفاصل اللي بتتركب سواء بقى مفصل فخد أو مفصل رجبة أو أي مفصل تاني فيه مفصل كامل مفصل نصف مفصل وبنشوفها في كبار السن كتير اللي بيحصل لهم كسور في الحض بنعمل لهم تغيير نصف مفصل أنواع المفاصل نفسها سواء بقى أسمنتية ولا أسمنتية مش عايز أدوش السادة المشاهدين بالتفاصيل دي ولكن كل مريض له ما يناسبه وبقى فيه تنوع كبير جدا في هذه المفاصل بحيث أن أنا أوصل للمريض أوصل للمريض لأعلى درجة من درجة وظيفية وأداء وظيفة مرضية لي ويقدر يمارس حياته بشكل أقرب ما يكون إلى الحياة الطبيعية طب قبل ما نختم لقانا أي أهم يعني نصيحة ممكن حياتك تقولها لسادة المشاهدين ولينا كلنا خصوصا في وضع معين أو حركة معينة متكررة يوميا وكلنا ممكن بنعملها ما ناخدش بالنا لكن حضرتك تقول لنا ما تعملوش الحركة دي خالص يوميا يعني أنا بالنسباني بشوف مثلا أنه أمهات كتير أو ستات بيوت كتير أو أطفال أو عمال عادي جدا بتنزل تحته وتشيل حاجة تقيلة جدا وتطلع مرة واحدة لفوق وبعد كده تقول أنا ظهري مش قادرة أمشي منه طبعا الأوضاع الخاطئة دي كثيرة جدا تاني بقول الرشدة الذهبية التغذية الجيدة ممارسة الرياضة وتجنب الأوضاع الخاطئة يبقى التغذية الجيدة خصوصا الحامل التقيل أه ما أقول لحضرتك بقى التغذية الجيدة الألبان والأسماك والخضرات الحاجات اللي بتأول مفاصل والعظام ممارسة الرياضة لازم نكون بنعمل رياضة ولو بسيطة كل يوم ده هيدي قوة ومرونة لمفاصلنا والغدريف والأربطة بتاعتنا الأوضاع الخاطئة بقى اللي حضرتك بتسألي فيها دي حاجات كتير جدا أهمها ويمكن كلنا بنعملها كل يوم الوقفة الكتير أو القعدة الكتير يعني إحنا نقدر نقف ونقدر نقعد بس لما بنقف كتير بيحصل حامل جامل جدا على فقرات أسفل الظهر بيحصل حامل جامل جدا على الركب الكتير دي قد إيه دكتور يعني بص حضرتك لما يكون حد بيعني ست بيت مثلا بتقف في المطبخ بالساعتين والتلاتة وأكتر من كده ده بيؤثر على الركب على المدى الطويل لما تحسيبي بقى كده كم سنة طب أكتر وقفة المفروض أننا مثلا ربع ساعة تلت ساعة وغير وضعي يعني ممكن أمدت بالضبط كده تمشى أمدت شوية أحرك جسمي يعني السبات على وضع واحد مش كويس كمان القعدة الكتير بقى في كل الناس الموظفين واللي شغلاتهم بتتتضلب إنه هو يعود على المكتب أو كده فترة طويلة لازم لما يبقى قاعد يبقى قاعد ظهره مفروض على استقامته في فارد رجليه من تحت ما يبقاش قاعد محني ده ده مهم الأوضاع بقى اللي حاتيك بالكريم إن أنا أوطي وأشيل حاجة لو أنا بشيل حاجة مثلا وزنها عشرة كيلو بيوصل حملها على فقرات ظهري تمانين كيلو متخيلة حضرتك مضروف في تمانية مضروف في تمانية فلازم يقعد طبعا في وضع البلوس دايما بقى نصيحتي قبل ما يشيل الحم أقول للناس الأرفصة القرفصة السكوات وفي تمانين كتير للأسف يتعمل في الجيم السكوات ده بيزود الحملة على الرجبة تمن أضعاف وزن الجسم يعني لو أنا وزني السكوات ده غلط ولا صح؟ لا غلط طبعا لو أنا وزني مية كيلو وعملت سكوات الحملة على الرجبة تمنمائة كيلو يا يعني أول مرة فالسكوات من الحاجات اللي إحنا يعني بيوفضل إن إحنا ما نعملهاش لأن تحريك طلبتي مني نصيحة للسيدة المشاهدين حاجة ما نعملهاش فالسكوات ده بس لازم يوضع معين ما يحملش على الركبة خلينا بس عشان بس الناس ما يبقاش كلام معمم في بعض الرياضيين ممكن يعملوا سكوات اللي عندهم عضلات قوية بشكل ما فبيعمل سكوات بشكل معين فبيحمل على العضلة مش على المفصل إنما الناس العاديين العضلاتهم عادية كده مش وضعيفة وكده لما بيعمل سكوات بيحمل على الركبة بيحمل على الركبة حقيقي أنا بشكرك جدا أستاذ دكتور فيصل زايد أستاذ جراحة العزام ورئيس وحدة المناظير والمفاصل الصناعية والإصابات الرياضية بطب الأزهر شرفتيني فان شرفتيني فاني شرفتيني فاني شرفتيني فاني شرفتيني فاني شرفتيني فاني